الأخ محمد من الجزائر يقول محمد لو استيقظت قبل صلاة الفجر وأنا على جنابه وأستهي من أهلي أن أستهم في الليل فماذا أصنع؟ محمد من الجزائر بارك الله فيك ورضي الله عنك أخي الفاضل بالنسبة لمن أجنب وجب عليه أن يغتسل ولذلك من مجبات الغسل خروج المني سواء كان بجماع أو باستمنى أو باحتلام والحالة التي تذكرها أنت أنك تستيقظ أنت قد احتلمت وخرج المني يجب عليك الغسل وأنا لا أعرف حقيقة أحد من أهل العلم ذكر بأن من الأمور التي يعدر فيها الجنوب الحياء من الأهل أنا لا أعرف هذا الشيء الذي أعرفه بأنه ممكن يعدر بشدة البرد مثلا البرد الشديد وليس عنده شيء من أمور التدفئة ممكن يعدر إذا كان مريضا ومنع من استعمال الماء ممكن يعدر إذا كان مريضا والماء ممكن يضاعف عليه المرض يعني يستطيع الغسل لكنه يعني يتضاعف عليه المرض عند فقد الماء مثلا كل هذه ينتقل فيها إلى التيامم أما هذه الحالة التي ذكرت يا محمد بارك الله فيك هذه حالة طبيعية وما ينبغي لي الشاب أن يخجل مثلا من هذا الأمر وخاء الأهل إذا عرفوا بأنك اغتسلت عرفوا بأنك بلغت مشاري زوجونك بعد بإذن الله يسعون في زواجك عموما لا أجد لك رخصة مدام أنك تذكر هذا العذر تقول أهلي يعني أنا أكون بين أهلي يعني تستيقظ قبل الفجر وأنت محترم يلزمك أن تغتسل والخجل هذا ليس عذر في المنع من الاغتسال أو اللجوء إلى التيامم بدل الغسل شكرا